اشتركوا في القناة وشرفنا بما حملنا من قراءاته وضبط أداء حروفه وكلماته وعزو طرق رواياته فنسأله تعالى أن يقين اللحنين في آياته هذا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد آية كل خير ووسيلة النجاة في كل سير سليل أطهر الأصلاب وجليل أشرف الأنجاب مطلق الخيرية في من تعلم وعلم الكتاب وعلى آله وسائر الأصحاب ومن ترسم هداهم إلى يوم الحساب وبعد فإننا قد وصلنا وصلنا الله وإياكم بخير في الحصة الماضية إلى قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أليس كذلك؟ جعلني الله وإياكم منهم وقد تحدثنا عن الخلف الذي زيد لابن شنبوذ في الصراط وصراط أيضا وأيضا فصلنا القول في الخلف الذي يزاد لمن؟ لخلاد نعم في الصراط وصراط وذكرنا أربعة أوجه أما الوجه الأول وهو طريق الشاطبية وهو الذي يقرأ به من العشر الصغرى جميل وهو إشمام الحرف الأول في الفاتحة وهو قوله تعالى إهدنا الصراط المستقيم والوجه الثاني وهو إشمام الحرفين معا وذكرنا كل هذا معزوا إلى أصحابه المذهب الثالث وهو إشمام المعرف بألف جملة القرآن وذكرنا الوجه الرابع وهو تمحيط الصاد في جملة القرآن وأخذنا قول المتولي وأشمم لخلاد الصراط بأول فقط أو ثان أو لذي اللام ثم لا ثم ماذا قال صاحب الموطئة وأول الصراط بالمحذقر خلدهم وحيث جاء مسطر وشم ثانيا بشام الأول أو أشممان معرفان حيث يلي هو هذا جيد هذا زيادة على ما في الشاطبية والعاصمية ليس كذلك جميل عندنا خلف الصراط تبيناه بقي لنا ماذا؟ خلف عليهم خلف عليهم ما الذي في كلمة عليهم من الخلف؟ عليهم وعليهم وسيأتينا هذا في التوجيه والاحتجاج للقراءات بإذن الله تعالى وفي فرز اللغات لغات العرب من الذي يقول عليهم ومن الذي يقول عليهم سيأتينا هذا مفصلا فلا نطيل به الآن وإنما الآن نريد الرواية فقط نرجع إلى الإمام الشاطبي ماذا يقول؟ عليهم 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 حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصل وقفا إذن ذكر عليهم وإليهم ولديهم ولديهم ما الذي قال في العاصمية؟ حبرون عليهم وإليهم ضمها وقفا ووصلا ولديهم كلها نعم ضمها ضمها أليس كذلك؟ أعيد حبرون عليهم وإليهم ضمها وقفا ووصلا ولديهم كلها انتهى الموضوع إذن أخذنا من الشاطبية ومن ومن الفريدة العاصمية أحسنتم بعد أن تبيننا هذا فلنشرع في القراءة نبدأ لمن؟ لقالون يقرأ لقالون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط الذين أنعمت عليهم قرأ لمن؟ لقالون من الذي اندرج معاه؟ الكل إلا من؟ قنبل في وجه حمزة نريد من اندرج معاه لنبين وجه من؟ الذي نتعرفونهم والذي يزاد في السبع الكبرى من؟ قنبل يزاد قنبل من طريق ابن شنبوذ يزاد قنبل من طريق ابن شنبوذ واضح هذا الكلام جميل والباقون تعرفونهم من هم؟ من الذي اندرج معاه أيضا؟ ورشن والبزيو وأبو عمرين وأبو عامر وعاصم والكساي جميل إذن نعطف بمن؟ نعطف بخلاد نعطف بخلاد على ضم الهاء نعم يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم جميل عرفنا هذا الآن إذن خلاد هذا بكامله أم في وجه؟ في وجه إذن عندنا أيضا الإشمام له وسيندرج مع مع من؟ مع خلف مع خلف سيأتينا مع خلف إذن قرأنا الآن لمن؟ قرأنا لخلاد بوجه بوجه طمحيضي الصاد جميل إذن نردف الآن بمن؟ بقنبل اقرأ لقنبل قنبل يقرأ بماذا؟ بالسين بالسين وجها واحدا؟ بخلف بخلف عنه نعم اقرأ سراط الذين أنعمت عليهم إذن الآن قرأنا لقنبل بماذا؟ بوجه السين لو كنا على السبع الصغرى فإننا سنقتصر على هذا لكننا الآن لا بد أن نضيف له وجه وجه الصاد الذي هو طريق ابن شنبود وقد اندرج مع مع قالون جميل نعطف الآن بمن؟ بخلف لخلف لخلف أو لمن؟ لحمزة لحمزة على وجهه نعم ليكمل حمزة ليكمل حمزة اقرأ ضراط الذين أنعمت عليهم قال ابن الفحام في تجريده الزاي وكنا قد اسميناها بماذا؟ بالصاد بين بين وبي صاد كزاي وبعصري الصاد جميل وهذا الإشمام إذن فما الإشمام؟ هو مزج صوت صوت هو مزج صوت بصوت شيوع شيوع جميل اتفقنا على هذا أما قول بعض الأفاضل قصار ما يقال كما قال هو كما ينطق العامة الضاء كما ينطق العامة يقصد عامة أهل مصر كما ينطقون ماذا؟ الضاء وهذا إنما هو كما قلت لكم من باب التقريب فقط وله من الإشكال ما له لأني كلما سمعت قارئا في العالم الآن إلا وسمعته يقرأها بزاي مفخمة أما طريق الزاي ومرققة فهي من طرق أخرى وسنأتي إليها بإذن الله تعالى في الاحتجاج سأذكرها لكم مفصلة بإذن الله لكن هنا إنما هو إشمام إهدنا الضراطة ليس إهدنا الضراطة هذا غلط محضن وخطأ صرف وخطاء مصمط فلا تقرؤوا به أبداً وهكذا تلقينا عن مشايخنا ليست زاياً مفخمة ولو سمعتم الجن والإنس يقرؤونها فلا تأخذوا بها سمعتم إنما القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول هكذا ولذلك قال ابن الفحام رحمه الله ورد عنه في هذا لما ذكر عصر الصاد قال وهذا لا يأخذ إلا بالمشافهة عند القراءة لا يأخذ إلا بالمشافهة عند القراءة وسنأتي إلى ما قاله سيبويه وغيره في هذا بإذن الله تعالى مطولاً إذن نقرأ ضراط الذين أنعمت عليهم جميل من الذي بقي لم يبقى أحد إذن اقرأ لنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما الذي فيها ضم عندنا ميم الجمع أو ميم الجميع بين ماذا بين الإسكان والصلة أو الضم بين الإسكان والصلة أو الضم وما الذي أيضاً عليهم عرفنا بأن حمزة في السبع يقرأ ماذا بالضم نعم ما شاهدكم على ضم أو إسكان ميم الجمع وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكاً وقالون بتخييره جلاً ففي قوله دراكاً رمز أدى للمن لابن كثير هذا بغير بغير خلف بغير خلفين ثم قال وقالون بتخييره أي بخلاف عنه بخلاف عنه وسنأتي إلى تفسير هذا الخلاف وما الذي قال في الفريدة وَضَمُّمِي مِنْ جَمْعِ بغير خلفين سمعتم هذا جميل إذن فلنبدأ القراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين جميل إقرأي بسم الله إقرأي لقالون غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحسنت هذا قال على وجه الإسكان وانضرج معه من من انضرج ونعطف عليه الآن بماذا بوجه بوجه الصلة له أليس كذلك إقرأي بالصلة غير المغضوب غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين الصلة عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله من الذي انضرج معه انضرج معه ابن كثير لأن ابن كثير يصل قولا واحدا وقالون يصلوا بخلف إذن الآن نعطف عليه من الحمزة إذن بضمي هائي عليهم يقرأي غير المغضوب عليهم ولا الضالين شد اللام شيئا في الضالين واعيني غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما شاء الله رضي الله عنك رضي الله عنك ما شاء الله هذه قارئة جيدة الآن سنواصل سنواصل إذن نقرأ لقالون بالإسكان فنقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم هكذا ألف لام ميم أحسنت نعطف عليه الآن بماذا نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم جميل ما الذي نأخذه الآن نأخذه ماذا الآن وصله نقول غير المغضوب في نفس واحد غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم بسم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ما شاء الله تبارك الله حسنتي رضي الله عنك الآن نردف من لا نعم نقرأ للأزرق نقرأ على روايتنا الآن نقرأ بماذا نعم بالسكت ثم بالوصل من غير بسملة وستأتينا البسملة في غير هذا رضي الله عنك ما شاء الله تبارك الله بسم الله إذن نقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لامين جميل أعيد لنا هذا الوجه السكت من غير التنفس عرفتم هذا هو غير الوقف غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لامين مد قليلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لامين مد ألف لامين مد ألف لامين أعيد ولل الضالين مد ألف لامين 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 وينوب عن الوسملة ووجه الوصلي جميل ما الذي بعد هذا نرجع إلى إلى قالون على صلة ميمي الجميع إذن نقرأ لقالوا الآن على صلة ميمي الجميع وتجري فيها ما جريناه في الأول تفصل الجميع غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسنت الوجه الثاني عرفته نصل البسملات بأول البقرة غير المغضوب عليهم ولا الضالين على الصلة غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لا الآن نقف نقف عند غير المغضوب عليهم ولا الضالين صل الآن البسم الله مع أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين مد 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 وانتبه إلي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين مد 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 الله يعينكم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسنت أحسنت رضي الله عنك ما الذي عندنا الآن بقي لنا نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين مع وصلا ووصلك بين السورتين فصاحة ووصلك بين السورتين فصاحة لأنه يشير بفصاحة إلى الرمز الذي هو الفاء لحمزة ويشير إلى أن في الوصل بيان الوجه الإعرابي بيان حركة الموقوف عليه في غير وصل في غير وصل جميل إذن فلنقرأ الآن لحمزة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لامين أليس كذلك اقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لامين أحسنت أعيد هذا الوجه غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لامين أحسنت إذن ما الذي بقي لنا الآن أنهينا هذه الأوجه من طريق الشاطبية إذن تلزمنا أشياء بعض الأشياء الأخرى من طريق السبعي الكبرى بإذن الله تعالى هي أوجه أوجه التكبير أوجه التكبير والتكبير أيضا يلزم عليه إبدال الهمزة واوة عند الوقف الله هو أكبر مثلا ويلزم عليها أيضا في ألف لامين عند الوقف عليها بتسهيل الهمزة مثلا تقول رحيمي ألف لامين بالتسهيل ويلزم عليها أيضا إبدال هاياء خالصة من الغاية أليس كذلك إذن فلنبدأ برواية قالون ولنتوكل على الله فنبدأ بالإسكان كما بدأنا كما بدأنا نفصل بين آخر الصورة والبسملة وماذا وأول صورة يقرأ بالإسكان غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين مد 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 ألف لامين اسمع ألف لام رقق رقق المد ألف لامين مد مد شد الميم ألف لامين ألف لامين هكذا أخذنا فلتأخذوا هكذا ألف لامين ألف لامين ألف لامين ألف لامين ألف لامين أحسن أحسن ما الذي تأخذوا بعد هذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لامين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ألف لامين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا قف الله أكبر قف قف على كل شيء هنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم أحسنت أحسنت الآن نأتي إلى ماذا على وجه التكبير أيضا نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر الله هي ستق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رقك رقك المد ألف لام بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسنت أعيد وجهي التكبير غير المغضوب عليهم ولا الضالين أحسنت 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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام بسم الله الرحيم أحسنتم جعلني الله وإياكم هداة المهتدين ومن أئمة القراءة يهتدى بكم بإذن الله تعالى في سائر أمصار المسلمين وفي سائر أرض الله بإذن الله تعالى وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى شكرا